في الواقع ما أثبت مؤخراً وما قلت قبل قليل أنهم متواطئون مع أولئك الإرهابيين عن الولايات المتحدة والغرب إنهم ليسوا جادين في محاربة الإرهابيين وبالأمس كان بعض مسؤوليهم يدافعون عن داعش قالوا إن داعش لا يمتلك أسلحة كيميائية وهم بذلك يدافعون عن داعش ضد الحكومة السورية والجيش السوري في الواقع لا تستطيع التحدث عن شراكة بيننا نحن الذين نعمل ضد الإرهابيين ونحارب الإرهاب وبين أولئك الذين يدعمون الإرهابيين صراحة